أهلا بكم من جديد توقف في هذه المحطة عند مؤتمر بعنوان آفة المخدرات في فلسطين الواقع وسبوه المواجهة الذي أوصى بضرورة إنشاء مراكز حكومية لمعالجة مجانية للتوعية والمعالجة من آفة المخدرات خاصة في شمال الضفة وقطاع غزة للحديث أكثر عن نتائج المؤتمر نصدف معنا العقيد عبدالله عليوي مدير دائرة مكافحة المخدرات في جهاز الشرطة يسعد صباح أهلا وسهلا بكم كافة المشاهدين الكرام بالبداية سيدة العقيد المخدرات صارت ظاهرة منتشرة وتهدد كل أسرة وكل فرد من أفراد هذه الأسرة خلينا نحكي عن فكرة هذا المؤتمر وأهدافه نعم هو المؤتمر الأول من نوعه لبناقش أفة المخدرات وتحت إطاره الواقع وسبل المواجهة وبالتالي أنتم كإعلاميين بجزء ملاحظين ورصدين حركة نشاط إدارة مكافحة المخدرات والمضبطات التي تمت وبالتالي استوجبها على الواقع الفلسطيني أن يكون هناك مؤتمر علمي منبثق بالشراكة مع كافة الأطر القانونية أو منظومة العدالة مع الأكاديميات بحيث أن نخرج في جملة من التوصيات في هذا المؤتمر والحمد لله هو أتى على مفاصل مهمة تم مناقشة الأوضاع خاصة بمسأة إنفاذ القانون وزي أوراق الملفات الأمنية في هذا الموضوع سواء كان في جانب إدارة مكافحة المخدرات والمضالف والجانب الاستخباراتي أو المعلوماتي لمكافحتها بالإضافة إلى الجوانب القانونية بالإضافة إلى جوانب التوعي والإرشاد بالإضافة إلى جوانب العلاج ومن ثم الخروج في مجموعة من التوصيات نأمل أن هذه التوصيات تترجم للسياسات وتضخ عبر الحكومة من خلال القطاعات المختلفة في الخطة القطاعية العامة للحكومة من أجل الأخذ فيها التوصيات جميعاً النتائج أو التوصيات التي خرج فيها المؤتمر هي إنشاء مراكز حكومية للمعالجة وهي تكون مجانية للمعالجة من آفة المخدرات صحيح يعني إحنا في السلطة الوطنية الفلسطينية في هناك كان بشهر ثمانية افتتاح المركز الوطني لعلاج وتهين من دبناء المخدرات وهو رح يكون بالمجان وهو أحد المرافق التي تتبع وزارة الصحة طبعاً هو في إطار التشغيل وبالتالي توفير الكوادر وبعتقد أنا تواصلي مع وزارة الصحة بهذا الشأن إن شاء الله مع بداية هذا العام رح يكون هناك في استقبال للحالات المستفيدة من هذه الخدمة وهو رح يكون مجاني في هذا السياق ونأمل أنه فعلاً مع بداية هذه السنة يكون هناك استقبال للحالات المتضررة من الإدمان أو تعاطية الموت المخدرات نعم سيدة العقيد يعني عندكم دراسات بتبين أكثر المناطق يعني انتشاراً فيها المخدرات وأكثر الفئات العمورية التي تنتشر فيها المخدرات للأسف الشديد من الشمال إلى الجنوب هي المخدرات منتشرة في أسوأ كان على صعيد التعاطية وحتى كمان على صعيد أحياناً مراكز بعض الترويج أو التجارة في هذا سوأ كان في منطقة الشمال أو الوسط أو الجنوب لكن بالنسبة للناس المتعاطين أو للأسف الشديد الفئة العمري من 18 إلى 25 سنة حسب ما هو مسجل طبعاً هذه هي هذه الفئة من قضايا ضبط المخدرات الموجودة مش هو على مستوى الوطن هذه من إدارة مكافحة المخدرات لما ذكرت في المؤتمر أنه هي من العام 2017 بالتقرير السنوي اللي خرج أنه كانت الفئة العمري من 18 إلى 25 سنة مثرت حوالي 43% وهي نحن نشاطر العالم إجمالاً هو في العالم من 20 إلى 30 سنة هم أكثر إقبالاً على طعات المواد المخدر وبالتالي أنتم ملاحظين هنا هي تستهوي وتستقطب الشباب وبالتالي توفر دائماً الإقبال هل هذه النسبة عم ترتفع كل سنة يعني بالرغم من كل جهود إدارة مكافحة المخدرات ودائماً إحنا دائماً بتواصل معكم ولكن هذه النسبة عم ترتفع عام عن عام بالرغم من كل الجهود اللي عم بتقوموا فيها ليش هذا الموضوع عم بيزيد يعني بالرغم زي ما حكينا من كل جهودكم اللي أنتم عم بتقوموا فيها ومشكورين لإلكم يعني قبل فترة وجيزة يعني خليني حكي شهر أو شهرين تم ضبط بيت يعني هذا كمان عم بأنه مش بس فقط تعاطي وتجار مخدرات ولكن أيضاً زراعة المخدرات في البيوت شوف الدوافع لأسباب التعاطي هي الدوافع ممكن تكون هلأ في الشخص نفسه ممكن تكون فيه داخل الأسرة وبالتالي المؤتمر أو حتى كمان في النواحة الاجتماعية للمجتمع وبالتالي المؤتمر أتى فيه أوراق علمية في هذا الجانب يجب أن نكون هناك بحث بالأسباب التي تؤدي إلى أقبال الشباب على طاعة الموت هل هو الواقع الاقتصادي هل هو الواقع الاجتماعي هل هو الواقع الأسري هل هو الهروب من الواقع في مشاكل مثلاً شخصية في هذا الإطار وبالتالي يجب الوقوف على هذه المسألة وبعتقد أنه كان فيه هناك جملة من الأوراق اللي ناقشت هذا الموضوع وبالتالي خرجنا فيه مجموعة من التصورات هلأ هنا يأتي دور التوعي والإرشاد يعني هي المسألة مش مسألة والله في الملاحقة القانونية وإنفاذ القانون وبالتالي حتى كمان في مسألة العلاج يعني هذه عوامل رح تكون مكلفة من ناحية الملاحقة والإجراءات المتبعة في سياق العلاج لكن الوقاية خير من قنطر العلاج وبالتالي التركيز على دور الوقاية في هذا الجانب كل ما هلأ إحنا سلحنا المجتمع وسلحنا جميع الأطر اللي ممكن تكون شغالي معنا في إطار الوقاية من هذه المخدرات ودخلنا نمذجة التجارب الخاصة بأفراد كانوا متعاطين وبالتالي تركوا المواد المخدرة ممكن إحنا نوصل الرسالة الأقدر على أساس أن يكون هناك التخفيف من حدة التعاطي وإقبال الشباب على تعاطيها طبعا أنتم تعرفوا كمان مشكلة المخدرات هي مشكلة عالمية تقع ما بين مسألة السوق العرض والطلب في هذا الإطار هو متوفر من المعروض والحمد لله إحنا نشاطنا مكتب مع المؤسس الأمنية لبلوحكة التجارب والمروجين ونجحنا في الأماكن خلينا أسميها الصفراء مثل منطقة بي وسيم الملاحقة وتجفيف بعض المنابع لكن هلأ بيظل في نهاية المطاف في منفذ وإحنا نعمل على الحد من هذه المشكلة لا يمكن إحنا في مكافة المجتمعات لا يمكن القضاء لهذه المشكلة نعمل التخفيف ومهمة إدارة مكافة المخدرات هي أن تقف حائلا ما بين العرض والطلب على هذه المواد وأن تجعل مسافة طويلة من حيث أنه تجفيف منابع المعروض من المواد المخدرة سيادة العقيد دور مؤسسات المجتمع المدني في الوقاية من المخدرات وعلاجها كان أحد المحاور التي تم طرحها في هذا المؤتمر دعنا نحكي عن باقي المحاور نعم في موضوع الوقاية والتوعية والإرشاد نحن في إدارة مكافة المخدرات لن ندار التوعية والإرشاد في هذه الإدارة بالشراكة ونحن في الشرطة الفلسطينية نؤمن بالشركات الوطنية والشركات مع المجتمع الأهلي وبالتالي لا يمكن هلأ أن إدارة مكافة المخدرات تكون بأعباء وهي مثل تنفاذ القانون بالإضافة لموضوع التوعية والإرشاد نحن شركان الحقيقيين في هذا الإطار سواء كان الجسم الوطني من وزارات معنية مثل وزارة الصحة مثل التربية والتعليم هم فعلا وزارة التربية والتعليم شركاء حقيقيين في هذا المجال للتوعية من موضوع المخدرات وأختار المخدرات ولم يقتصر العمل بالسابق كان ممكن أن يكون في محاضرة هنا وهناك بس اليوم فيه برامج مستديمة مع التربية والتعليم للوقاية من المخدرات سواء كان مع الشركاء الوطنيين كمان أو حتى مع مؤسسات المجتمع ومؤسسات المجتمع الأهلي والمحلي هم جزء فعلا حقيقي من عملية الشراكة في موضوع التوعية والإرشاد لدينا هناك جمعيات مثل جمعية الصديق الطيب مثل جمعية أصدقاء الحياة مثل الهودة والنور مثل اللجنة المقدسية لمتابعة ملف المخدرات في القدس وبالتالي ننصق معها في هذا الإطار لتعزيز مفاهيم التوعية من آثار المواد المخدرة بالنسبة للناس المدمنين أو المتعاطين أو حتى ممكن نسميه التدخل المبكر في عملية الوقاية يعني زي ما حكيت هذه الظاهرة هي ظاهرة عالمية وليست فقط محل الفلسطين ولكن لفلسطين خصوصية خصوصا أن معظم تجار المخدرات بيرجأوا لاستئجار بيوت في مناطق جيم اللي هي خاضة على السيطرة الأمنية الإسرائيلية فكيف ساعد الاحتلال في ازدياد المخدرات وانتشاره في فلسطين وارتفاعه أيضا؟ نعم يعني لا شك يعني وأنا من الناس اللي بقرأ في موضوع هذا الملف تحديدا وكاننا مطللين وموثق لدى إدارة مكافتة إسرائيل في خلال الخمس سنوات الأخيرة الماضية بتحاول تصدر وترحل جريمة المخدرات وخاصة في مسألة الاستنبات المواد المخدرة فيما يتعلق بنبدة الهايدرو أو القناب الهندي المحسن أو المهجن وبالتالي إذا أنتوا كعالميين رصدتوا خلال أربع خمس سنوات أنه عمليات ضبط إدارة مكافتة المخدرات سواء كان بالنسبة للمستنبتات الزراعية أو سواء كان بالنسبة للمختبرات التي تداخل المنازل وبالتالي لاحظنا أنه هناك هجم طبعا هم ليش هلا بيرحلوا في هذا الجريمة هم مستفيدين من اختلاف الإطار القانوني النظم ما بين الدولتين في هذا الإطار وبالتالي إجراءاتهم القانونية تختلف عمليا في مناطق مصنفة بي وسيئة هي تحت السيطرة الأمنية على الإسرائيلي والجيش الإسرائيلي لا يعقل وأنا بستهجي هذه مسألة أخلاقية وبالتالي إنسانية أنه على مرأة ومسمع الجيش الإسرائيلي هذول التجار والمخدرات يسرحوا ويمرحوا في تلقى المناطق ولا يحول دون منعهم من ذلك وبالتالي نحن الحمد لله بالرغم من التحديات الواقعة في مسألة التنسيق وعدم السماح لأن الوصول لدينا أدواتنا وموسائلنا وقدرنا أن نصل ونجفف من هذه عمليات التجارة والترويج فعلاً إسرائيل في هذا الملف هي تتحمل المسؤولية الأخلاقية والإنسانية وانتشار هذه المواد المخدرة وترك المجال للتجار لأنه كلهم أغلبهم بيش بيحمل بيحمل الهوية الإسرائيلية أو عفواً بيحمل الهوية المقدسية وبالتالي الحاضن في نهاية المطاف اللي هو الفلسطيني من يحمل الهوية بالتالي من يدفع الثمن قانونية في إجراءة الردع القانوني هو الفلسطيني بينما التجار والممولين هو من الجانب الآخر نعم يعني سيد العقيد بخصوص هذا الموضوع بالذات يعني أنا سمعت كثير بخصوص هذا الموضوع ولم الناس بيعيشوا مقدسيين بيعيشوا بالقدس بيحكوا أنه على مرأة ومسمع زي ما قلت قوات الاحتلال أنه بتم بيع وتجارة المخدرات من قبل الشباب الفلسطينيين وبسكتوا عن هذا الموضوع ولكن في حال بعت انت هاي المخدرات يعني لمواطنين إسرائيليين بتموا حسبتك ولكن إذا بعتها لمواطنين فلسطينيين صحيح لا يتموا حسبتك لهذا بيشجعوا الشباب على أنه ينشروا الفساد وينشروا المخدرات في الشاب الفلسطيني في الشباب الفلسطيني بعيدا عن أنه يضروا يعني الفتيان أو الشبان الإسرائيليين نعم هذه وقاع مسجلي كمان في منطقة القدس تكثر هذه وبالتالي إذا في فلسطيني باع لواحد يهودي وبالتالي سرعا ما يتم اعتقاله وبالتالي محاسبته بينما إذا كان اليهودي يبيل فلسطيني لا يتم اتخاذ إجراء وهذا موثق لدينا في دارة مكافحة المخدرات وحصلت حالات عدي سيادة العقيد حتى في القدس خلينا نحكي تحديدا من خلال مراكز كانت موجودة ووصلنا معها في السابق صار يروجوا للمخدرات في طرق تاني حتى توصل للأطفال حتى يعني مش فقط للشباب ولا للنساء عن طريق إنه زي ملبس ممكن تكون السكريات معينة فكيف اللي بشوفنا هلا على الشاشة إنه ممكن يكون حذر في هذا إنه التعاطي في مركات معينة بتكون مكتوبة إنه بتبين إنه هذه بتكون مغرية للشاري وللأطفال ممكن للنساء وحتى الشباب كمان ولكن هي بتكون أصلا مخدرات وهم ما بيعرفوا ممكن في أنواع منها يعني بتسبب تلف نهائي يعني مش بس أنت بتدمن عليها لا خلاص يعني بتنتهي حياتك شوفوا يعني في الفترة الأخيرة يعني مواقع التواصل الاجتماعي عشارت لموضوع السكريات يجب علينا أن نوه يعني للمواطن كمان إحنا ما بدنا نجلد حالنا وأنفسنا كثير في هذا الموضوع لم يسجل لدى إدارة مكافهة المخدرات في جميع ما تم تناقله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول موضوع السكريات إنها تحتوي على موات مخدرة الآن فيه فعلا في اليقين التام فيه موجود يعني في العالم ممكن أن نصنعوا بس لكن الحمد لله لم نصل لهذه المرحلة إنه والله ينكون فينا من خلال السكريات اللي مثلا قالوا عنها منتشرين عند بالقرب من إحدى المدارس أو بالقرب من التجمعات السكنية وبالتالي وجدوا هذه في المختبر لم يتبين أي شيء في هذا الإطار لكن نعم أنا بحكي لك ممكن إنه يكون مستقبلا في هذا الإطار أو ممكن إنهم يحاولوا يغدوا من خلال السكيكر والسكريات في هذا الإطار بس بأعتقد هذه طبعاً راح تكون عملية مكلفة جداً وبالتالي تأجي المخدرات بهم مفلوسه مش راح يجي والله يزدتهم بالشارع هيك وبالتالي يعني مثل ما قبل فترة حكوا إنه سكريات مرمية في الشارع العام وهي بالقرب من مدرسة كيف حزيتوها بالشارع؟ مش راح يجي بالشارع تأجي المخدرات تعبان عليها وبالتالي يجي زد مصاري بالشارع بهذه الطريقة وبالتالي بالعقل وبالمنطق خلينا نعجي هذا المسائل الحمد لله لن نصل بس لكن ممكن والمخاوف هي واردي في هذا الإطار ممكن يستغلوا أي وسيلة لإخفائها أي وسيلة لترويج المواد المخدرة وإغراء وإغواء الشباب في هذا الإطار الحمد لله يعني ممكن إحنا هلأ بنتعامل مع الأقل من 18 سنين حسب قانون التفل الفلسطيني هو بالمعيار هو حدث وفعلا في عنا قلق شوي يعني أنه في بعض خلينا سميهم الأحداث 15-14 سنين يعني بيحاول أنه يجرب وبحاول أنه وبالتالي لكن إحنا هلأ بتم التعامل معهم مبقا لقانون الأحداث وحماية الأسرة هي اللي بتعالج في هذه المسائلة نعم يعني سيد العقيد كيف يعني خلينا نحكي شو هي المعايير أو الدلائل اللي بتشري لكم عن أنه في منطقة فيها مستنبت ممكن للمخدرات أو مختبر أي شيء للدلائل اللي بتساعدكم عن أنكم تعرفوا أو ممكن أي حدا تاني قريب من المكان ممكن أنه يندل وبالتالي يخبر قسم مكافحة نعم نحن في الشرطة رفين شعار المواطن شريك في السنعة الأمن كل ما كان فيه هناك حضول المواطن ويقضى تامي منه لأي ملاحظات قد تجلب الشبهة في بعض نشاط ناس معينين وبالتالي بيقوموا في مخالفة القانون المواطن هو شريكنا في هذا المجال لأننا أتحدث حاليا عن موضوع المعلومات الاستخباراتية والجد الاستخباراتي فبالتالي هذه عملية تقوم بها إدارة مكافحة المخدرات بالتعاون مع أخوتنا في المؤسسة الأمنية في عملية استقاء هذه المعلومات وتقبل عملية توثيق عملية تحليل هذه المعلومات من خلال تفسير هذه دائرة العلاقات هذه المعلومة وبالتالي نصل للنتائج حول إذا كان هناك مستنبات أو إذا كان موجود هناك في مختبر لاستنبات المواطن المخدرة أو حتى على مستوى المروجين اللي بيروجوا أو التجار يعني سياة العقيد نحكي شوائحة يعني العمل استخباراتي مبني على موسع نعم موسع على معلومات بالنسبة لوسائل التواصل الاجتماعي كتير هلأ مهم وانتشرة وممكن أحد المواطنين يكونه شريك لمجرد أنه بدي نبه أن في هذه المنطقة في مخدرات وممكن في نفس الوقت هي تعيق وصولكم لهذه المنطقة لأنه ممكن أحد هذه التجار أو المروجين يشوف هذا التنبيه وهو يطلع من المحل اللي هو موجود فيه وينتقل لمحل آخر أدلش هذا المرات مواقع التواصل الاجتماعي بتعيق وصولكم للتجار والمروجين يشوف هي مش بتعيق أحيانا مربكة للمجتمع ومربكة إحنا بالنسبة في الشرطة وحتى كمان في المؤسسة الأمنية حاول أنه مثلا بتيجي بعض المواقب تقول لك أنه فيه تاجر فلاني 1-2-3-4 بالتالي هذا غير مقبول وبالتالي أنا ببني معلوماتي بناء على معلومات تريت إلى لأنه أحيانا ممكن تكون عملية كيدية في هذا الإطار وبالتالي أنا ما بدي أقع في هذا الفخ في الإجراءات القانونية لا أنا بذهب في إطار أنه قديش أنا في عندي معلومات متوفرة لدى الإدارة شو هلأ صار من المستجد بكون بتحليلها بتفسير هذه المعلومات وبالتالي إحنا دائما نتوخى الدقة والحضر في هذه المسائل نعم أنا بقول لك أحيانا أنه ممكن وسائل التواصل الاجتماعي أن تكون فيه خطة مبيتة لدى الإدارة وبالتالي نتفاجأ أنه بإشارة ما وبالتالي ممكن أنه نأجلها لفترة لاحقة وإلى آخر نعم سياد العقيد خلينا نحكي كمان عن موضوع إلو علاقة كمان بالمخدرات والتوعية في هذا المجال أداء أهمية الأهل والمدرسة بأنهم كمان يكون جزء في توعية الطلاب من الوقاية من هاي المخدرات طبعا يعني مش هو بس بقى على الأسرة واقع الأهل كمان ولا واقع المدرسة كمان المجتمع ككل وبهذا يعني أنا ذكرت قبل قليل موضوع الشركات نحن نؤمن بالشركات وخاصة في موضوع الوقاية من المخدرات لدينا تقريبا إحنا جسم وطني موجود بهذا الإطار نتعاون مع هذا الجسم في تحقيق ما نبتغيه من وراء الوقاية في تسليط الضوء على هاي المشاكل وخاصة فيما يتعلق بخلينا أسميهم الشباب تحديدا قلت أن شركات عالية جدا مع وزارة التربية والتعليم لدينا دائرة توعية وأرشاد تقريبا يعني ضاخي كل ثقلها في كافة المحافظات للتعاون كمان في أن في الشرطة الفلسطينية إحنا في تتويج مفهوم الشرطة المجتمعية الذي يعمل على كافة محاور المكافحة محاور الجرام الإلكترونية محاور حماية الأسرة والأحداث وبالتالي حتى كمان في عنا الباص المتنقل لنقل التوعية في المناطق خلينا أسميها الريفية والمناطق النائية لإيصار رسالة الشرطة والتالي توعية من كافة أشكال الجريمة طبعا الأسرة عليها دور كبير جدا أنها تتراقب تتابع تهتم في الجوانب التي قد تؤدي إلى سلوكيات لم تكن عند هذا الطفل أو عند هذا الحدث وإنما هي تحاول قدر الإمكان أنها تركز على تغير في هذا السلوك بالإضافة كمان طبعا المؤسسات التربوية المؤسسات التربوية أنا أعتقد وخاصة في المدارس في هناك الإرشاد الاجتماعي وبالتالي هم بيلاحظوا بيدققوا في هذا الموضوع وبالتالي إحنا فيه تنسيق منسجم تماما مع وضعات التربوية والتعلم هناك سؤال استحضرني أحيانا في عمليات الضبط ممكن الأهل زي ما حكيتهم الشركاء لجهاز الشرطة فهل أنتم في حالات القبض على المتعاطلة والمخدرات أنه الإم هي اللي بلغت عن ابنها فبالرغم هي بتكون محاولة معه أن يوقف المخدرات ولكن عشان يعني توقف هاي الشغلة بتروح تلجأ لجهاز الشرطة اللي هو يساعدها في الموضوع فهل تلقيتوا بلغات من قبل الأهل أنه تعالوا يخدوا ابنها يوم بتعاطى مخدرات؟ صحيح يعني نحن على مدار حوالي ثلاث سنوات يعني كان في زياد ملحوظ يعني في السنة هذه كان عندنا حوالي تقريبا أكثر من لغاية الآن أكثر من حوالي 85 إلى 90 حالي اللجأت لإدارة مكافة المخدرات سواء كانت بقصد العلاج نحن ما بنعالج نحن بنوجه مع هذه المؤسسات الشركة في مسألة العلاج أين ذهبوا؟ طبعا وفقا لمبدأ سرية مش مطلوب من هذا الشخص المبلغ أن أعرف مين هو هذا الشخص المدمن ومتعاطي لأنه إحنا كمان في قانون مخدرات المؤسسات العقلية أتى على موضوع المدمن هو ضحي أو المتعاطي هو ضحي وبالتالي يجب علاجه وإحنا قائمين على هذه الشراكة والفلسفة وبالتالي نؤمن فيها كإدارة مكافة المخدرات يجب علاجه في هذا الإطار وبالتالي نعم في بعض الحالات وخليني أأخذ آخر حالي كانت موجودة في أحدى المحافظات إنها أم بلغت بعد ما نفذ صبرها وبالتالي وطرقت عدد أبواب فطرقت هي باب الشرطة والحمد لله يعني من يقذت هذه الأم تمكننا من إلقاء القبض على شبكة ترويج مواد مخدرة في محافظة من هذه المحافظات الوطن سيد العقيد قبل ما نختم هذه الفقرة خلينا نحكي جمعا عن القانون هل برأيك القانون رادع لتجار المخدرات بشكل خاص يعني ممكن زي ما حكيت المدمن هو ضحية فممكن أنه علاجه هو أهم من أنه محاسبته على أنه ضحية ولكن التاجر خلينا نحكي هل القانون يردع هذا التاجر يعني خلينا نعاكب على القانون وبنكتين أساسيات موضوع المدمن والمتعاطي وبالتالي يعتبره ضحية ويجب علاجه وخاصة فيما يتعلق في المادة 17 من القانون حتى كمان ذهبنا يعني من ضبط متعاطيا وإذا تبين للنيابي إنه كان لأول مرة لا يتم اتخاذ الإجراءات وهي منما يكتفى في ملف إداري يوثق لدى الشرطة وفي حال التكرار وتعرفين التكرار القانون بشدد العقوبة في هذا الإطار وبالتالي من هذا المنبع من هذه خلينا أسميها المادة القانونية مادة 17 وأخذت أنه وقدشه وضحية في هذا الإطار ويجب علاجه طبعا هلأ هناك بروتوكولات عمليات التحويل للعلاج وبالتالي سواء كان من خلال القضاء أو سواء كان من خلال كإدارة مكافة المخدرات وبالتالي هذا متفق عليها مع كافة المؤسسات لكن في موضوع التجار في موضوع الزارعين في موضوع المخزنين في موضوع المروجين للمواد المخدرة الناقلين لهذه المواد وبالتالي أتى القانون على عمليات الردع والزجر في هذا الإطار وبالتالي أقلها كانت لأنها جناية أقلها تقريبا العشر السنوات إلى الخمسة وعشرين سنة مع الأشغال الشاقة وإذا أنتم لاحظتم طبعا نحن الآن فيه قضايا المخدرات ذهبت بإدجاه الجرامجينيات الكبرى وإذا أنتم رصدتم خلال الفترة الأخيرة أو خلال هذا العام ما فيه أنه كانت قرارات قضائية عاية جدا في موضوع زراعة استنبات وتجارة المواد المخدرة كان في قرقيلية في الخليل في رمالة في بيت لحم في نابلس أحكام في الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامات مالية باهدة جدا وبالتالي نحن راضين أنه يكون هناك نصوص رادعة وزاجة للتجار المخدرات بهذا الشأن يعني رسالة أخيرة بتحب توجهها في نهاية هذا اللقاء نعم أنا دائما بحب أذكر المواطن أنه هو شريك في صناعتنا منه وهو شريكنا في إدارة مكافة المخدرات والشرطة في ملاحظة أي نشاط جرامي سواء كان يضع الله في المخدرات أو الغير المخدرات وبالتالي لا ينتظر طويلا وإنما يكون بالاتصال ورقامنا سواء كانت للشرطة موجودة في كل المحافظات على رقم 100 ممكن يصل بسهول إلى إدارة مكافة المخدرات أو إذا بعرف أرقام أحد الضباطنا يتواصل فينا مباشرة لأنه فعلا هو السند الحقيقي لمكافة هذه الآفل لأنه نعم نحن لدينا أعين وموجود مصادرنا ولدينا عملنا ولكن كمان يعني إحنا بحاجة للمواطن في مسألة ملاحقة التجار والمرهوجين نعم ساعة العقيد عبدالله علاوي مدير دائرة وكافحة المخدرات في جهاز الشرطة شكراً لك على هذه المعلومات شكراً لكم معتكم العافية ننتقل مشاهدينا لفاصل وبعد نكملين فقراتنا ابقوا